شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك على ضرورة تصحيح السرديات المغلوطة بشأن القضية اليمنية والتركيز على معالجة الجذور الحقيقية كأساس لبناء الحلول الواقعية التي تلبي تطلعة الشعب اليمني وذلك باستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة عدن وفت المعهد الديموقراطي الوطني الامريكي برئاسة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد ليز كامبل وحيث جرى منغشة التحديات المتعلقة بمستجدات الشأن اليمني بما في ذلك المساعي الأممية والإقليمية والدولية لدفع الماليشي الحوثي للتخلي عن نهجها العداء اتجاه السلام وجدد بن مبارك موقف الحكومة الثابت من السلام العادل تحت سقف المرجعيات الثلاث المتوافق عليها ترجمة نانسي قنقر